سلام عليكم شباب شوانكم شوان الصحة ان شاء الله يا رب تكونون بخير ان شاء الله الميتينجز اثنين هنأعتقد ان شاء الله المفروض هس ان شاء الله الصوت واضح عندكم واعتقد الصورة ايضا موجودة ان شاء الله فاذا كل شي تمام حتى نبدأ على بركة الله بس رجان الشباب اللي بالميت الاول اذا ممكن بس احد من حضراتكم يقدر لكني يبلغني اذا الصوت واضح ان شاء الله ان شاء الله يكونوا واضح لان اتوقعese مفتوح بسم الله الرحمن الرحيم بلدائiten السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اليوم ولا أنا شاء الله بالمحاضرات اليوم المحاضرات اليوم هي رح تكون تابعة لكورس الـ آدفانست سيفتي إلين غاز إين ديستري رح يكون ان شاء الله سبع محاضرات هذه المحاضرات الاولى فحتكون مفتوحة الكل اللي راح تعجب الموابع إن شاء الله ممكن يقدر يشتركوا يانا ويكمل ويدلل وإن شاء الله تقدرون تستفادون حتى لو ما اشتركتوا هاي المحاضر راح تكون إن شاء الله كلش مفيدة وكلش قيمة لحضراتكم بداية قبل لا ندخل بأي شيء قبل لا يعني خلين نقول نسوي أي شيء خلين تشوف إنا فتكم شغلة أنه يعني شنو السلامة ليش دعا سوي سلامة شنو الإجراءات الأساسية ليش أنا أصلا ممكن أشخاصك يسوون خطوات معينة وسيستم معين ليش كل هذا الصرف الزايد والجهد الزايد وكل هاي الأمور إذا لاحظة هنايا العامل نزل من السيارة وبس سحب السايد بريك مع الترك اللي موجودة هاي التركات تكون جدا فقيلة وجدا بها أوزانة عالية فممكن تكون معرضة حتى لو السايد بريك يعني الريك مع السيارة موجود أكون كانية أنه هاي السيارة ممكن تتحرك أو تأذي لها أحد أو ترجع على أحد أو ممكن يصلى لا سو محلاشي فغالبا مثلا شي سوون اللي ترك اللي هي هاي العملاقة مجرد يحطون فد جزء بطيب أي حبيبي الشاشر ما طرع ما موجودة قضرتك وين بنزح يعني بس صورتك اللي موجودة ما موجودة الشاشر اللي جاتك بقيت الشباب طالعتكم السيكرين لو نعم خلي نوضف صح ثماني خلي نوضف الشباب إن شاء الله لا انا مش أصلا ده أضيع وقتي بفدء إجراءات ممكن تكون بيها أمور روتينية وشيك ليست وشيك وآن يكون أصلا يعني العمل هو بشكل عام يكون مرهق لكن إحنا غالبا نضطر أنه يعني نتبع هاي الإجراءات بالنهاية لحمايتنا فمثل ما أشوف هاي الترك الشبيرة الأملاقة اللي بيها ممكن وزنة عالي أو بيها في سمينت أو بيها في مادة معينة بالتالي أنا ممكن أقدر حتى لو أسحب السايد بريك مال هاي الترك أكو احتمالي إنه لا سمه الله تتحرك أو ترجع على أحد أو تضرب لأحد معين كل سوي إنه لازم ورما أنزل مثلا أحجر هاي الترك خلي فت قطعة من الخشب جوة التايرز مالتها حتى تثبت بمكانهما تتحرك فهاي على بساطة وممكن نشوف يعني اعذروني على الكلمة نقول تفاهد هذا الفعل بس هذا بيفد إجراءات مهمة لازم أنا أسويها هذا الشيء الأول مثلا الشيء الثاني نشوف هذا الشخص اللي حالياً هنا موجوده اللي قاعد يصعد إلى الأعلى غالباً رح تشوفون إن شاء الله خلال المحاضرات نتعلم أصلاً شون نزم الدرج نتعلم شون هاي لازم أصعد بمكان آمن رح تشوفون إنه هو ده يصعد بإيده وحده وبرجلياً ولازم بإيده اللخ جزء من أوراق أو شيء فشوف وقع من مكان كلش عالي وممكن ممكن لا سمح الله تكون هاي السقطة أصلاً قاتلة فبالتالي أنا ليش دا أوقع روحي أصلاً بهيتش مشكلة اللي هي ممكن تأذيني وتأذي العمل وراح أخسر حياتي إلى آخرين من الأشياء اللي راح نشوفها ونتعلمها إن شاء الله خلال هذا الكورس بالإضافة لكل هاي الأشياء اللي موجودة إحنا أماكن العمل غالباً تكون هين أماكن بها يعني خلي نقول فدأ اكتظاظ معين يعني أنا أكثر من عملية أسويها بكل مكان أروح راح تشوفون إنه مواقع العمل وبالذات العمل بالقطاع النفطي أكثر من عملية تتم بنفس الموقع يعني شوفها سهاني عندي هذا مثلاً برج حفر عندي عملية رفع، عندي كراين دا يشتغل، عندي شخص دا يمشي بالساحة عندي هذا الشفل قاعد دا يتحرك أو الترك للفوركليفت تتحرك فهذا متحرك، هذا متحرك، هذا متحرك هاي السيارة اللي هي الترك اللي تريل واقفة هنا هاي متحركة أكو أربع أجزاء متحركة بمسافة ممكن ما تتجاوز العشرين متر شون أنا أقدر أضمن هذا الشيء نفس الحالة على منصة البرج أكو مثلاً خمس أشخاص أو ستة أو سبعة يتعاونون حتى يسوون نفس العمل هذا التعاون نفسي أنا أحتاج إلى أنه يكون مدروس ويكون مفهوم ويكون ضمن نطاق السلامة اللي تبعد عنهم أي خطر ممكن لا سموح الله يتعرضو له أثناء عملهم بالإضافة لكل هاي الأشياء اللي موجودة فأكو أمور كل شهواي ثانية أنا ممكن أتعرض لها مثلاً ترتيب أي مكان أشتغل بي عشوف احنا هاي الخطوات بدأ نحتيها بتكون شغلات بسيطة هسا راح نشوف شن الأضرار يعني هسا راح نشوف إن شاء الله خلال المهاضرة شن الأسباب اللي دفعت الشركات أصلاً حتى تسوي هالأشياء ممكن إذا نظام مثلاً خليني يقول مكان مو عدل يصر بي مشكلة مكان ده أصعده أنا لازم عندي ستندرد بالصعود إنه لازم ثلاث أماكن أصعد بيها ثلاث نقاط تواصل عنده يمنطقة الصعود شوف الفرق بين مكان يكون باد هاوسكيبين ومكان جود هاوسكيبين عندي منطقة مرتبة ومنطقة ممرتبة شون ممكن أنا يصر عندي مشكلة فبالتالي هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي راح تسوي الفرق نفس الحال هنا عدنا أحد الأشخاص بيحاول يشتغل بأنه يخلون أجسام من الألمنيوم يعني المعدن الألمنيوم يخلوه منفد فرن معين حتى يذوبون هذا المعدن ويشتغلون بيه ممكن إذا متبع إجراءات السلامة وما مشوا بشكل صحيح ممكن تصير كارثة ويصير عندي حريق بهواء أماكن مثل ما داللاحظه هنا صار أكفة شي شون الانفجار على هذا المكان وبالتالي هذا الشخص حياته كلها حتكون مهددة بسبب هاي المواد وبسبب عدم الاعتماد على أنظمة السلامة الحقيقية بأنه أنا أشتغل بيه طبعاً إذا جئنا إلى منظمة العمل الدولية فأكو تقارير لها أول ما لها آخر على موضوع عدد الناس المصابة وعدد الناس الصير لها مشاكل تقريباً تقريباً هاي بالنسبة لسنة 2017 إنه 270 مليون حادث سنوياً يصير وهذا الرقم يعادل تقريباً عدد سكان أندونوسيا 160 مليون مرض مهني تسجل كل عام وهذا الرقم تقريباً يعادل عدد سكان روسيا وقواتيمالا تخيل 160 مليون مرض مهني هاي تنشئ بسبب عدم اعتماد على أنظمة السلامة وبنفس الوقت هاي كلها خسارة فلوس على علاج الناس وعلى علاج الحوادث وعلى تعويضات الحوادث وشركات تبقى سمعتها وإلى آخره 2 مليون شخص تقريباً يموتون كل سنة بسبب الأمراض المهنين و355 ألف حادث عمل مميت كل سنة نصها بس بمجال الزراعة تقريباً هذا على السكان قبرص شمالية من أكثر الأعمال ذات الخطورة هي الزراعة اللي هي نشوفها منتشرة الإنشاءات وصيد الأسماك وهي تكون وحدة من الدراسات اللي سوتها منظمة العمل الدولي اللي هي الانترناشنال ليبرش ارغانيزيشن على هذا الموضوع إذا نرجع شوي لي وراني صراحة ممكن لشي أحب أدخل دالما بالأمور إن أصل يعني أصلها من يوم بدت نحب ندخل بفائدة لكن شفت اليوم إنه شوي نغير من هذا السلوك إحنا إذا جينا نريد نشوف العمل الشيونشان يعني بسنة 1800 و 1900 أكو بدت يعني بداية خلين نقول الثورة الصناعية فبدأ العمل يكون ناطحات السحاب والأماكن اللي بدت تستعمل الفولاذ والستيل استركتر وبدأ يصير عندي بناء بالمرتفعات فمجانا كوية لا سلامة ولا أي شي كان الناس يعتمدون فقط على الخبرة وعلى عدم الخوف من أداء عمالهم والناس بدت تكسب فلوز جيدة مقابل هذا الشي فمثل ما نشوف هذا الشخص الصاعد على ارتفاع كلش عالي بمكان ناطحة سحاب بالولايات المتحدة يحاول يسوي فدعم المعين وهكذا فالشركات شفت شافوا خلال سنة 1980 إنه معظم الشركات وخصا قطاع النفط والغاز والبترو كوميويات يجوي تشيكوا العمل مالتهم شافوا العمل إنه عندهم وقت ضائع كلش وواية بسبب الحوادث والمشاكل اللي تصير أثناء العمل لقوا إنهما الإدارة مالتهم والترتيب مالتهم كلش ضعيف مقارنتهم بأنه يبحثون على أساس المشكلة دائما يعني إحنا حتى بالعراخ خارنجو نشوف إنه أحيانا منريد نحل فد مشكلة معينة نحن نحاول نحل القشور مع المشكلة لكن غالبا العمل الصحيح والإدارة الصحيحة تنبي أنه أنا أعالج جذر المشكلة اللي أدت إلى وجود هاي المشكلة من البداية لذلك يعني العلماء والدارسين والباحثين شافوا أنه لازم يبدون يخلون فالنظام معين وفالسياسة معينة تحكم هذا العمل بطريقة تكون الإنتاجية مال العمل أكثر وبنفس الوقت أنا أقلل من الخسائر مال الوقت بسبب الحوادث اللي يصير لذلك معظم الشركات العالمية اللي خصوا بالقطاع النفط اللي هي الشيل وأكسون وغيرها يجوا وتوصلوا إلى أنه لازم يساوون في النظام عمل اسمه ال-ESM اللي هو يعني نظام السلامة المدعم لذلك راح تشوفون أنه بدت يعني خلي نقول وراء هاي الفترة وهاي الحقبة اللي هي حقبة الأسد خلي نقول اللي كان العمل بيها يمشي بدون سلامة وبدون شيء بدأ يدخل مفهوم نظام السلامة شوية شوية إلى العمل هذا النظام طبعا اعتمد على أنه حطوا دعش قانون رئيسي لازم نبدي نعتمد عليه حتى نقدر نزيد الكفاءة ونقلل الحوادث وبنفس الوقت آني لازم أدير بالي على العمل بحيث أزيد البرفورمانس مالتي أقدر أزيد الأداء مالتي طبعا جوي حطوا فد يعني بالبداية خلي نقول فد كوميتمت معين أنه أكو التزام لازم يكون من الإدارة العليا للشركات بالسلامة وأن هاي السلامة هي مسؤولية الإدارات العليا بالشركات وأن هاي الشركات لازم تعيين أقسام وموظفين ومهندسين على الـ HSE اللي هو السلامة فسا رح نعرف أساس هاي التسميات كلها لازم يحطون موظفين على السلامة يقدرون يطبقون هذا النظام وبنفس الوقت لازم أكو فهم كامل وشامل من العاملين لإجراءات السلامة والتدريبات مالتها فبالتالي لازم يحطلون على تدريب كل شي جيد ورما يحطلون يعني الإدارة العليا ملتزمة يشعون أقسام خاصة بناس تشتغلوا في هذا المجال والعاملين يعرفون اللي إلهم واللي عليهم بأنظمة السلامة بحيث إنه سياسة السلامة تكون في كل مكان أهداف السلامة تكون لازم مطبوعة ومولودة في كل مكان التقنيات المستعملة بالعمل أنا أجي أشتغل بورشة لازم أكو بوسترات توضح لمجال عملي شنه هو لازم إذا صار حادث نتعلم من الحادث هذا ونروح ننسوي به تحقيق حتى نعرف شنه هو هذا التحقيق وليش صار هذا الحادث بالضبط ولازم كل فترة أشيك مكان العمل وأتأكد من عنده حتى أقدر أشجع العاملين وسوي بينهم تواصل جيد وأنشر ثقافة السلامة اتفقت الشركات معظمها لشركات العالمية على هاي المبادئ اللي حتشين بيها هسه نقدر نقول ورا هذا الحدش كل اللي هو حدش نظري خلنا نقول هسه راح نبدأ ندخل بالحدش العاملي احنا بشكل عام يعني صراحة حسب فهمي لنظام السلامة بشكل عام نقدر نقسمه إلى ثلاث أقسام رئيسية أنا أول شي عندي الـ SMS اللي هو الـ Safety Management System نظام إدارة السلامة ويه نظام إدارة السلامة أنا شنو عندي؟ عندي مخاطر هاي المخاطر اللي موجودة ببيئة العمل لازم أجي أسيطر عليها فأني مثلا أشتغل مكان مرتفع أشتغل مكان بحريق أشتغل مكان بمغلق أشتغل مكان بغازات أجي أدرس المخاطر لازم وراها حتى أسيطر على المخاطر وطبق نظام السلامة وأهدافه لازم يصير عندي توثيق والتوثيق كل شهوية أكو دوكومنتس مستعملة هس راح تشوفون إن شاء الله راح ندخل بأدق الدوكومنتس اللي ممكن إحنا نستعملها بالحقول فلذلك أنا عندي نظام عندي مخاطر وعندي تطبيق إلها اللي هو الوثاق اللي أستعمله هس راح نجي هنا ندخل بتفصيل تفصيل بهاي المحاضرة نتعلم النظام الأساسي اللي يديرها الشركات وبالمحاضرات القادمة إن شاء الله راح تشوفون شنو المادة اللي تكون مرتبطة بهذا النظام وكيفية تطبيقها أول شي أنا نظام السلامة عندي Safety Management System نظام إدارة السلامة هذا النظام الإدارة مال السلامة يعتمد على ثلاث خطوات رئيسية أول شي أنا عندي سياسة سلامة وهدف واضح لنظام السلامة مالتي يعني مثلا أنا شركة عندي خلي نقول بالسنة فرضا لا سامح الله عندي ميت حادث أقول أنا كشركة راح ألتزم بإجراءات السلامة وأعتمد على أنظمة سلامة عالمية لتقليل نسبة الإصابات عندي إلى أقل قدر ممكن وخلني نقول فلنفرض 50% فأني راح أقلل المشاكل اللي يصير عندي بمقدار 50% هذا يكون هدف السلامة وأكتب مثلا في اللوحة شبيرة كسياسة سلامة بشركتي أقول أنه لا تسوي أي عمل بشكل متسرع اللي تتأكد أنه سليم فيكون عندي أنه ضمن سياسة السلامة أنه ما حد لازم يستعجل بالعمل حتى يكون العمل سليم بالنهاية أهم شيء سلامة الموظف هاي حتكون سياسة السلامة مالتي بالاعتماد على أنظمة عالمية حتى أجي أنا أطبق هذا السيستم شي أحتاج أحتاج أقيم المخاطر اللي عندي أسوي safety risk management إدارة مخاطر آمنة للعمل فأجي أشوف العمال أجي أشوف مشاكلهم أشوف مشاكل العمل المعدات مالتي قديمة لو جديدة هل هي منتظمة أو لا أشيك العمل مالتي والمخاطر مالتي أشتغل بالغاز أشتغل بمكان حار أشتغل بمكان بحرائق الآخرين الشي الثالث اللي أسوي ورا ما حطت سياسة سلامة ورا ما درست المخاطر اللي حتشينا بها استونة نجي إحنا نسوي الشي المهم اللي هو safety assurance أنا أجي لازم هاي السياسة اللي حطيتها والمخاطر اللي سويتها أجي أوثقها وأجي أدخلها بحياة العامل حتى أقدر أقلل من المشاكل مالتهم وأقدر أنضي ضمان للسلامة أجي أدرب العاملين أطيهم مستندات تفيدهم ما أخلي أي عمل يصير إلا بموافقة المسؤولين حتى لا تصير خربطة بالعمل يعني أسوي system حتى ليصر أكو خربطة بالعمل والpromotion اللي هو تطوير العمل كل فترة أنا أجي أشيك أشوف شن المشاكل اللي بعدها موجودة وحاول أحلاله هذا باختصار نظام السلامة اللي أنا أسوي وهذا النظام طبعا نفس ما شفتنا هو ثلاث أقسام أو ثلاث لفلات أول شي إحنا حطين policy وحطين السياسة العامة وحطين مثلا فت أربع أو خمس أهداف أو فت فلسفة معينة أو فت ثقافة معينة إحنا نريد ننشرها يعني أشوف مثلا أنه أنا شاركتي العمل ضغط 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 وأكو مثلا عامل واحد يسوي شغل مرة ثلاثة ورا فترة توظيف عدد أكبر من الموظفين وبالتالي أقدر أنا أطبق سياسة السلامة أفضل فإذن أجي آني أشوف هل طبقت هذا الشي لو لا وراها قلنا نقيم المخاطر الموجودة ونحط خطط لاستيعاب كل المشاكل ممكن يصير عندنا ندرب العاملين وإلى آخري وآخر شي وهو الأساس أنه أستمر بأنه أنا أحط يعني كل عمل وإن كان صغير لازم أجي أحط لخطوات إذا أبدل مصباحة أو غلوب بالعمل لازم أحط لخطوات شون أبدله فأتدخل بكل شي حتى أقدر أضمن نظام سلامة آمن شنو الهدف أصلا أنه أنا ليش دا أسوي هذا النظام الهدف وحسب النيبوش النيبوش تقول النيبوش اللي هو تقريبا يعني واحدة من أعلى المؤسسات اللي تنطي الكورشز مال السلامة وتنطي الستاندرات تقول الهداف مال السلامة أو نظام السلامة الآمن ثلاث أشياء أول شي أخلاقا يعني أنا مو من الأخلاق كصاحب شركة كمسؤول عن العمل أجيب ناس أدخلهم للعمل وطيهم رواتب وعيشهم ورجعهم بعدين لعوائلهم بيهم إصابات وهاي الإصابات راح نشوفها إن شاء الله بالمحاضرات المتقدمة هي مو إصابات إلا حوادل ممكن إصابات تكون نفسية ممكن تكون أمور مالية يعني أكو شركات تشغل الموظف 20-30 يوم بالشهر وتطي إجازة هاي جريمة وهذا موجود إحنا ما ننكر هذا الشي الواقع يحكي إنه هاي الأشياء موجودة فأخلاقيا هذا الشي هيأثر على سلامة العمل والموظف الشي الثاني والهدف الرئيسي لإنشاء نظام سلامة هو القانون كل القوانين الموجودة دوليا والموجودة محليا بالدول بكل دول حتى بالعراق عندنا قانون وزارة العمل كلش قانون صارم وكلش قانون يعني بيه فقرات صراحة منصفة للموظف وحتى لو الشركة هي ما مسجلة بوزارة العمل أكو إجراءات ممكن الشخص يأخذها حتى يروح يقدر يحصل حقها من هاي الشركة فهاي الإجراءات وهذا التضبيط القانوني على الشركات وعلى العمل وفيها لا سمح الله صارت يعني إصابة أو صار شي فهاي الشركة رح تخسر كل شوية فلوس تعويضات محاكم تفقد سمعتها شركة ذا فقدت سمعتها وصارت سمعتها وحتى الموظفين اللي حيكونوا نستوهم يعني يبدون حياتهم ويردون يطورون نفسهم ويردون يبدون مهارات وما يروحون لها الشركة بعد واعتقد إحنا بالواقع أيضا عندنا هاي الشركات فإذن أخلاقيا لازم أسوي النظام سلامة قانونيا لازم أسوي النظام سلامة وثالث شي وهو تقريبا أهم شي كل هاي الأمور حتسوي لي خسارة مثل ما قلنا سمعت الشركة تعويضات حوادث خسارة بالمعدات لازم يعني تخيل أنت الموظف إذا جبته أنت لازم الموظف تجيبه وتدربه وتنضي خلي نقول مثلا الترينينج العالي وتقعد تعلمه على كل شي موجود وبعدين ورا هاي الأمور كل هاي تخيل مثلا ورا فتشهر أو شهرين ممكن لا سامح الله يصير عنده فتحادث بسبب نظام السلامة السيء وبالتالي أنت رح تخسر يعني خلي نقول هذا الموظف فهنا حتكون أكو خسارة كلش شبيرة للشركة لأن الشركة دفعت وصرفت وسوت فلوس ويعني دخلت الموظف على ترينينج كلش عالي لدرجة أنه دربته وتالي بالأخير خلي نقول الشركة خسرت هذا الموظف فلذلك أنا أنشئ نظام سلامة حتى أقدر أخلاقيا أكون محتوي لهذا العمل قانونيا مؤمن نفسي وآخر شي اقتصاديا أنه أنا ما أخسر أدرب موظفين وبعدين يصير عندهم لا سامح الله فقدان للعمل أو يطلع من الشغل أو يترك العمل ماتي فهذا سبب وجود النظام وبفوائد يعني رح أزيد خلي نقول التعاون بين الموظفين رح أقدر أقل المخاطر اللي موجودة رح أقدر أساعد النظام مالتي والسيستم مال العمل أنه يتطور بشكل أكبر وأشياء أقدر أزيد الربوتيشن مال الشركة أزيد سمعة الشركة لذلك نحن سنشوفها كشركات سمعتها كلش عالي أنه أنت مثلا تشتغل بفلان شركة هاي الشركة سمعتها ممتازة لأنه عملهم جيد ونظامهم جيد الأمور القانونية مالتي رح أقدر أطورها أقدر أراقب الأداء وهذه السحالي بالشركات بدت تدخل أكو حتنا قبل فترة يمكن بيها بوحدة من المحاضرات سوينها قلنا أنه أكو شركات بدت تتجه على فترة معينة مثلا اللي هو الـ KPI اللي هو Key Performance Index هذا الـ KPI عبارة عن خلينا نقول نظام معين أقدر أقيس بي جودة أداء العاملين فأني إذا شخص عندي هاي المهارات وعرف شو أنا أقيم الناس ممكن أنت لا تشتغل كـ HR رح تقدر تقيم العاملين فأني نظام السلامة يتيح لي أنه أقدر أقيم العمل إذا موظف أجبته وكل أسبوع صار وياه مشكلة كل أسبوع صار وياه حادث هسه وممكن أن يكون حادث وممكن أن يكون حادث وشيك وهسه رح نعرف إن شاء الله شن الفرق ما بين هاي الأشياء كلها شوي رح أزيد خلينا نقول التناسق اللي موجود بين الشركة وبين الدولة اللي أنا يشتغل بيها أقلل من غيابات الموظفين للموظفين رح يبدون يحبون العمل أقلل الانشورانس هذا ممكن مو كلش عندنا بالعلاق لكن دول العالم موجود بيها نظام تأمين فأكو تأمين على الشركات وشغلات ممكن تقل لأنني شركتي ما بيحادث وطبعا أزيد ثقة الموظفين وأزيد الإنتاجية ففائدة نظام السلامة هي فائدة كل الشبيرة وبالتالي أنا بناء على هذا النظام الموجود لازم نتعم ثقافة السلامة ماتي بين الموظفين شنقصد بثقافة السلامة أنا عندي عمل ده أسوي وعندي اثنين من العمال جوي ده يحاولون يسوون نفس العمل جوي بنفس اليوم بنفس الوضع بنفس الأداء بنفس البي بي اللي أنا مسلمهم إياه والنفس الأدوات اللي مسلمهم إياها لكن أكو شخص عنده ثقافة السلامة ويحاول يعممها بناء على التدريب اللي أخده وأكو شخص خلي نقول محاصل على التدريب الكافي وما عنده فد يعني تصرب جيد بالتالي ما رح يقدر يؤدي لي العمل بشكل أجود جوي دول الشخصين حتى يسوون نفس العملية فأول شخص أجي طبعا قبل اللي يبدون العمل أنطوهم في الترينيج معين ورح أودزهم المكان للعمل فالشخص الأول كان شخص ملتزم ولابس الأدوات مال السلامة الشخص الثاني قال أنا رح أنزع الشفوف ماتي لأنني ضايقني بالعمل ما أقدر أشتغل بيها فصديق النصاح قال له أنت هاي الشفوف ترى موجودة هي لحمايتك بالأساس مو مهم أنه أنت إذا تضايقت أو تخرت بالعمل شوي لكن المهم أنه أنت تقدر أنه تشتغل بأمان وسلام المهم أثناء العمل رح يصير عندهم حادث بسيط وهذا الحادث اللي رح يصير رح يأدي إلى أنه الشخص اللي ما لابس شفوف تنجرح إيده هذا الجرح البسيط اللي صار عندهم هو صح ممكن يكون جرح بسيط لكن ممكن أكو بعض الأعمال وبعض أماكن العمل اللي بيها نوع من البكتيريا اللي ممكن يدخل لجسم الإنسان لا سمح الله ومي ويأذي كله بشكل شبير فبالتالي هذا النوع من البكتيريا بقى موجود على هذا الشخص ووصل لمرحلة ممكن حتى يفقد حياته قد تسألون شنو هاي الأنواع من البكتيريا هذا الشيء موجود لحد الآن اللي هو واحد من عدها مثلا مرض القزاز مرض القزاز إذا الشخص ما عنده لقاح ضد هذا المرض ونجرح بأداء خلي نقول أداء ملوثة أو أداء بها زنجار بها كروجين وكانت بالإتراب فحيصر ممكن لا سمح الله بمرض القزاز وهذا المرض قاتل بنسبة كل الشبيرة يموت يعني الإنسان ما إلي حل فبالتالي أنا كشخص مجرد ما ممكن تشف بسيط أنزعه ممكن أنا أقدر أنبه الوياء إذا أنا عندي ثقافة سلامة فثقافة السلامة هي أداء الموظفين بين يعني العمل حتى أقدر لأنه أكيد يعني تخيلوا أنه مثلا خلي نقول مئة عامل أو كل مئة موظف ممكن عندهم مسؤول سلامة واحد فأكيد ما راح يقدر يكون وياهم طول العمل فبالتالي كلنا إحنا نكون بالنهاية كمشرفين سلامة أي عمل نسوي لازم نحاول نحافظ على أفضل عمل وأفضل جودة ممكنة حتى نحافظ على سلامتنا هذا كان كل اللي نحتاج إحنا نعرفه في موضوع سيستم السلام الرئيسي اللي هو الـ SMS Safety Management System هسا ندخل للمرحلة الثانية اللي هو قلنا شنو أنا عندي لظام سلامة وعندي مخاطر وعندي توثيق للعمل وتطوير للعمل عن طريق الوثاق مالتي الشيء الثاني اللي هو المخاطر المخاطر اللي موجودة طبعا كل شهوية يعني أكو خلي نقول مثلا الجسم السليم بالعقل السليم فيكون إنسان سعيد هذا إذا أكو لقيت أي تأثير على جسم الإنسان أكله شربه عمله السهر لساعات طويلة بالعمل حيأثر على جسمه حيأثر على عقله وبالتالي حيأثر عليه هذا حيكون خطر العمل لساعات طويلة حيكون خطر الأكل السيء بالعمل حيكون خطر من الأشياء الثانية الموجودة هي الأمور المتعلقة بمثلا خلي نقول جلوس العاملين أو مثلا جلوس الموظفين بالعمل أو أعمالهم تكون أعمال رفع كل شي ثقيلة فبالتالي حتبدي عضلاته وموره ممكن تكون جسم يبدي تأذن الشي ثالث اللي هو المخاطر الكيميائية المخاطر الكيميائية اللي موجودة كل شي هواية بالعمل الآن ستشوفون إن شاء الله من ندخل بالتفاصيل أكو لازم نعرف شن هو المواد الكيميائية الخطرة شنوين شألبس من مواد بالسلامة لازم مناسبة للكيميكالز الكيميكالز هاي شو نتعاملو إياها كل التفاصيل هاي إن شاء الله رح نأخذها بالتفصيل خلال المحاضرات القادمة من الأخطار الموجودة أيضا هي بيئة العمل أكو ناس يشتغل بالمجال الصحي ناس تشتغل بالمجال الهندسي ناس تشتغل على كرسي وميز تخيلوا إنه بنظام السلامة أكو جزء خاص يسمون الارغونوميك الارغونوميكس هاي هي تدرس كيفية تأثير بيئة العمل على جلوس الموظف وعلى عمل الموظف يعني أنا إذا شخص أشتغل على أوفيس وطول اليوم أقعد بكرسي مو مريح وراء خمس ست سنوات ممكن يصر عندي نزلاق ممكن أبدي أنا يصر عندي فد أمور معينة الظربية ممكن هاي إيدي وهو يصارت إنه الشخص تبدأ عصاب إيدي يصر بيها ضعف أو تلف بسبب لزمة الماوس السيئ وهكذا فكل بيئة عمل بيها أكيد في المخاطر معينة واللي هو الورك بليس وهي حتكون محاضرتنا القادمة إن شاء الله بالنسبة للقطاع النفط إنه ندرس الورك بليس ندرس مجال العمل ما لتنا شكو بيه مخاطر الأدوات استعمال الأداء الغير مناسبة في المكان الغير مناسب هذا الخطر إذا أنا مثلاً أكو أدوات يعني شخص مثل ما قلنا شخص ممكن أدوات تكون الشاكوش والمطرقة والبلايس يعني هاي الأشياء ممكن شخص أدوات تكون هي لابتوب وماوس وهذه الأشياء كلها السلامة مغطيتها حتى تقدر تحافظ على سلامة الموظفين مخاطر الحريق اللي موجودة مخاطر الكهرباء اللي موجودة المخاطر مال السقوط من مكان مرتفع اللي موجودة مخاطر الأماكن المغلقة اللي أنا ممكن أعمل بها والغازات مخاطر الأجسام الساقطة من مكان مرتفع كلها هاي مخاطر ممكن أنا أتعرض لها بحياتي اليومية كشخص أعمل بأي مجال وبالذات بالمجال النفطي لأن هسا مثل ما راح تشوفون كل المخاطر تقريبا موجودة يعني ما شاء الله حتى المخاطر مال الإشعاعات موجودة بالقطاع النفطي فأنت معرض في كل وقت أكو إشعاع أكو مواد كيميائوية أكو كل شي أكو مخاطر سقوط أكو مخاطر رفوع أكو مخاطر انزلاق أكو مخاطر غازات كل شي موجود فإن شاء الله إن شاء الله اللي حنسوي أنه خلال الأيام القادمة نتعرف ونقدرس كل هاي المخاطر بجزء إن شاء الله يمكنكم أنه تكونون متقدمين جدا بموضوع السلامة إذا يعني جينا على تصنيفات المخاطر هي هواء صراحة لكن أنا هذا التصنيف يعني الأقرب إلى قلبي أنه يقسم المخاطر إلى عدة أقسام إلى خمس أقسام القسم الأول هو البيبل هو الناس مثلا أنا إذا أشتغل في مكان ما بي إشراف جيد يعني مديري موزين مو خوش مشرف بالعمل مشرف العمل مالتي بالموقع موزين فبالتالي أنا ممكن معرض هذا خطر أكو ناس يشتغلون ويني بالعمل ما أحدهم خبرة وبعدهم جدد وهذا شايف يعني إحنا كلنا أول ما دخلت مثلا للعمل بس تريد تشتغل وتريد يعني تاكل الحديد مثلا يقولون تنصدم ورا فترة أنه هذا شي غلط لأنه أنت ما يصير الزبروحك بهذا الحمل كله على الشغل تحاول تفتهم الموضوع بالأول يلا بعدين تشتغل الناس الزوار اللي يجون أو أشخاص غير يعني مخولين بالدخول لموقع العمل أحيانا مثلا معظم الحقول النفطية تكون بأماكن يعني ممكن تكون بها أماكن سكنية قريبة فأنت تشتغل مثلا على بايبلاين تلقى الناس يجون يدخلون إياك يعني أهالي المناطق المحيطة يعني مو يشتغلون أنا ما يوقفون على رأسك ويشوفون الشغل وهي شي فهي ممكن تسبب مخاطر إليك وعليهم التواصل السيء بين الناس قلة الموارد اللي موجودة شركتنا إحنا مثلا ما تنطينا خوض ما تنطينا ما تنطينا مواد ما تنطينا ناس ماكو ناس الناس قليلين بياناتنا وآخر شيء اللي هو خلي نقول ممكن مرات شخصين داخلين للعمل بشكل كلش يعني حماسي فممكن يصير أكو بياناتهم شون المنافسة فأكو ممكن هذا الشيء يؤدي إلى خطر لذلك لازم مشل في العمل يعرف الشون يعني بداية حياة الشخص اللي يشتغل بالقطاع أي أن كان يحاول يمتص هذا الجزء من عنده ويفهمه على العمل شوية شوية لدرجة وصله إن هو يكون آمن وسالم مهما كانت المخاطر اللي موجودة بي فهاي أول نقطة اللي هي الناس ثاني شيء المعدات الكوكمنت الكوكمنت كل شيء اللي هي الدرجة السكافولدينج اللي هي السقالات أو السكلات الانكوريكت use of tools آني عندي دا استعمل مثلا أحتاج استعمل درنفيس بدال الدرنفيس جهت استعملت مثلا إيدي أو استعملت أو استعملت أو استعملت كتر المفروض شانستعمل غير شيء فبالتالي استعمال خاطر المواد خاطر ممكن المعدة مالتي آني دا أصعد على درج والدرج مالتي يهتز وقابل الانكسار أو الوقوع فهاي حتكون خطر علي الإكوبمنت فيلر ممكن المعدة يصب بها فشل ما مسوي مينتنص ماكو رعاية أو صيانة للمعدات والدمج المعدات اللي بيها دمج بيها ضرق المفروض ما استعملها نهائيا أما الماتيريال المواد فهاي كل شيء يعني أكو مواد خطرة أكو مواد راديو أكتف بيها شعاعات مواد اللي هي تكون مواد بيها حرارة وحرائق مواد متفجرة مواد ممكن كماتيريال يكون الديميشن والويت مالتها مختلف يعني مادة خلي نقول أنا جيت أردشيل فرضا خلي نقول فد حجارة الحجارة هاي حتكون صعوبة أنا ب أو صخرة شبيرة أنا تكون صعوبة بطريقة حملها لكن لو نفس وزنها ونفس هذا الوزن المالتها لكن موجودة مثلا محطوطة داخل فد بوكس معين أو صندوق معين حيكون سهل عليه يعني الصندوق يكون بشكله متساوي وعادي أقدر أشيله لكن الصخرة تكون شكلها مختلف فالديميشن اللي هي أبعاد الجسم ممكن تأثر لي كمادة أنه تكون خطرة والويست اللي هي النفايات أو الفضلات اللي موجودة بالقطاع النفطي بشكل كلش كبير الغازات اللي تحترق النفط اللي موجود بكل مكان الأتربة المواد الكيميائية النفايات البسيطة كلها هاي تكون خطرة بشكل كلش كبير والبيئة الانفايرومنت بيئة العمل مالتي مثلا بيئة العمل مالتي هي منطقة مغلقة غير رح ناخذها بالتفصيل ونعرف شنو أخطارها وشون أجاوزها الوركين غات هايت أنا داشتغلوا مكان عالي النويز مكان كلش صوت عالي الوائبريشن اشتغلوا مكان بيهتزازات شنو تأثيرها علي التمبرتشا اللي هي الحرارة احنا ما شاء الله عندنا الحرارة بس كيف توصل يعني مناطق الشمس فوق الستين خلصا بالمناطق النفطية الصهراوية سيكون هذا خطأ كل الشبير اللي هو اللي هو الإضاءة الوذر اللي هو الجو إذا كان ممطر إذا كان مثلا القاع رطبه وغاني أشتغل إلى آخرين من هاي الأشياء والفينتولايشن اللي هو التهوية ممكن أشتغل في منطقة مغلقة وماكو تهوية فأختنق لا سامح الله من هذا الشيء بسبب وجود بعض الغازات آخر شيء وآخر نوع من المخاطر هي العمليات أي عملية ممكن أنا ما عندي تدريب ممكن الإدارة ما لتي موزينة العملية ما لتي خاطئة لذلك إحنا جعلنا لازم أنا أوثق كل الأعمال أسوي لها خطوات وبروسي وبروسيجر لهذا العمل أوضح بي كل الخطوات مثل ما هس إن شاء الله شوية شوية راح نشوف زين هس إذا جينا على هاي المخاطر هاي المخاطر اللي حتينا عليها كلها ممكن تسبب لي شغلتها الرئيسيات يا أما تسوي لي accident تسوي لي حادث وهذا الحادث هو عبارة عن فد فد خل نقول إصابة أو مرض مباشر الحادث هو إصابة أو مرض مباشر هذا الحادث اللي صار حيئذيني وراح هيئذي ممكن عاملين وبالتالي يكون هذا خطر بسبب شنو بسبب الخطر اللي موجود كان النوع الثاني هو incident هو الحادثة هو مو الحادث هو الحادثة هي حادثة تحدث بدون ممكن أن تظر أحد أو ممكن هي تكون موجودة وتصير لكن توقع قريب على شخص معين يعني هاي الحادثة ممكن تنقسم إلى أن هي ممكن تضرر لمعدة ممكن تضرر لإصابة بسيطة تصير للعامل هاي تكون حادثة مو حادث الحادث هو الإصابة الخطيرة أو المرض الخطير اللي يصير يعني لا ساموه الله لا ساموه الله على الجميع إن شاء الله أكونا ستوعدهم مثلا أمراض بالرأي ستوعدهم لا ساموه الله صرطان ستوعدهم ربو بسبب الاستنشاقات من المواد الكيميائي فهذا حادث كل شي خطر وكل شي بي أما الحدث فهو أنت لتمشي وتوقع مثلا بيجي بحفرة بسيطة تزلق بيها ويعني في شي بسيط لذلك الحادثة تنقسم إلى قسمين أول شي النيرمس اللي هي الإصابة الوشيكة وثاني شي هي الاندزاينرد سيركمستانسس اللي هي فد خلي نقول فد حادث أو فد حادثة صارت غير مرغوب بي إذا جينا نريد نوضع كل هذا الحد شي حتى ما دا وخكم كل شوية أنا عندي جزء من البلوك أو الطوابق محطوطة بمكان مرتفع وشخص إجا ونشي من جواها ووقعت هاي الطوابق على رأسه هاي هنا هاي هذا فد حادث خطير لأن هذا ممكن لا ساموه الله يموت الحدث شنوه إنه أكو طوابق شخص مشه وقعت عدة طوابق لكن وقعت بصف رجلة وما تعده الشي الثالث اللي هو هاي هي موجودة طوابق بمكان مرتفع وما حد مشه من الأسفل لكن هي هاي فد حادثة غير مرغوب بيها أنا ما أحتاج أخلي طوابق بمكان مرتفع وبشكل خاطر لو أخليها صحيح لو ما صعدها أصلا فإذن عندي أكسيدنت وعندي إنسيدنت هاي الأخطار كلها لتكون موجودة نقدر نقول إنه كهازارد كخطر هو كل شي ممكن يأذيني إذن أي شي ممكن يأذيني فيزيائيا كيميائيا بايولوجيا الأشخاص يشتغلون بالمجال الطبي خلصا بايولوجيا موجود الإرغونوميك اللي حتشينا عليه هو تأثير بيئة العمل على الشخص القاعد والواقف وشون يشتغل وشون يسوي عمله نفسيا الشغل يبقي الشخص عشرين وثلاثين يوم بالعمل هذا الشي كلش نفسيا يدمر الإنسان خصا على مراحل طويلة الأمد يعني أشخاص يشتغل مثلا خمس أو ست سنوات بدوام مثلا عشرين يوم يدوام خمسة يوم ينزل فهذا على المدى البعيد رح يدمر هذا الشخص والإيكونوميك اللي هو الاقتصاد إنه أنا اقتصاديا ممكن أشتغل بشركة ثلاثة أربعة شوار ما يكون عاتب فهذا الشيء أيضا ممكن يكون خطر لأنه ممكن تلقوا ما تهتم بالعمل تلقوا ما تهتم للشغل تريد تمشي شغل وشون ما تشون وممكن هذا الشيء لا سامح الله يوقع الشخص بخطر إذن الأخطار كل شواء شفناها لكن هاي الأخطار ممكن تأثر عليه وممكن ما تأثر عليه فإذن الهازرد إفكت اللي هو تأثير الخطر هو عبارة عن فتحدث معين يصير نتيجة لوجود الخطر مثلا أنا دا أشتغل بمكان مرتفع فوجودي في مكان مرتفع هو دا أشتغل بمكان مرتفع هذا هازرد هذا خطر إذا لا سمح الله وقعت هذا حيكون هو الهازرد إفكت إنه أنا وقعت أكواني أمثلة فسرح نشوفني شوي شوي إن شاء الله مع عدل هازرد إفكت اللي هو تأثير الخطر أكو شي يسمون أيضا مصطلح يسمون الرسك اللي هو المخاطرة وبإختصار همين وما رت كلش أدخلكم بهاي المفاهيم اللي تدوخ لأنه ترجمت هالعربية شوي مزعجة صراعا الرسك هو المخاطرة أنا مثلا دا أسوق بسيارة بسرعة خمسين مثلا أو بسرعة ستين لا سمح الله دا انقلبيت أو اندعمت يعني ما راح تأذى كلش خمسين ستين لدرق يعني السرعة جيدة بس مثلا نايدا مش ميتين ولا سمح الله انفجر عنق التاير وانقلبيت هنا حتكون إصابتك والمخاطرة مالتك هواي أعلى فإذن المخاطرة اللي هي الرسك هي مدى شدة احتمالية حدوث خطر معين مدى شدة واحتمالية تأثير خطر معين يعني أكو خطر فشدة هذا الخطر هواية قليل هنا راح تكون هو هاي المخاطرة هي هاي الرسك فمثلا مكان بيه غاز بسيط أقول هاي لو رسك مكان بيه خطر شبير أقول هذا هاي رسك وهذا المفهوم كلش راح يفيدنا بآخر محاضرة بالكورس إن شاء الله من راح نتعلم الرسك أسيسمنت الشون أقيم المخاطر بمكان العمل إذا جينا على الأمثلة فمثلا نفس ما قلت لتحضراتكم يا شباب وهي أكو أمثلة ممكن تفيدنا يعني مثلا أكو خلينا نقول شخص ده يشتغل ده يخسل فادمو عدة معينة وأثناء الغسل مالته دخل مثلا بعض المواد الكيميائية لعينه فهنا هذا شنو هذا حيكون هو الهازرد وهذا حيكون الهازرد افكت إنه الخطر إنه هو ده يشتغل مثلا بدون ما هو يحضر فالنظارات العينة يحمي بها عينه تأثير الخطر إنه المواد الكيميائي هاي اللي يخسلها مثلا أو ينظفها دخلت العين نفس الحالة لاجين هنا شفنا مثلا هاي الغرفة اللي هي تكون مليانة باليعني صار حريق وانطفل فبرأيكم هذا هو خطر لهذا تأثير الخطر شون رأيكم هذا خطر زين هو الحريق صار وصلص فهنا هاني هسا بعد الخطر موجود المفروض لو هاني هسا هل تأثير الخطر بس بعده موجود هنا لا هيش تأثير بضضبط عاش تيدك فمدام الخطر أطفل فهاني هنا أعتبر هذا فقط هو تأثير الخطر وايرات وسيارات هاي الموجودة في كل مكان إن شاء الله داخل لوحدة باللخ هاي هاي هنا حاليا الخطر ليش لأن ما احترق لو محترق وصير لا سامح الله شي شانيصر تأثير الخطر اللي موجود سيارة مثلا إذا تمشي اللي هي الفوركليفت هاي الرافعة الشوكية هاي هنا إذا مشت فهنا بعدها هي خطر موجود لكن هي ما أثرت على أحد ما دعمت أحد ما سوت شي ما أثرت على أحد فهنا تعتبر هي خطر إذا عندي مثلا فتح حائط أو غرفة معينة تريد لا سامح الله توقع فهنا هذا يكون أيضا هو خطر وليس تأثير الخطر بالنهاية قبل لا نختم موضوع المخاطر هاي كلها اللي موجودة وننتقل للجزء الثالث اللي هو أهم جزء اللي هو موضوع الوثائق يعني كل شيء يصير تقريبا أو كل حادث يصير هذا يعتبر هو الآيسبيرغ أفكت اللي هو تأثير جبل الجليد جبال الجليدية غالبا علميا تقريبا ثمائين بالمئة من جسم الجبل الجليدي يكون مغمور تحت سطح المياه عشرين بالمئة بس من عندما بين فأنا مني صار عندي حادث أعتبر هنا أنه قبلها صارت هواية يعني أنا صار عندي أكسيدنت صار عندي حادث لكن قبلها غالبا صار هواية أحداث هاي الحادثة اللي صايرة قبلها هي عبارة عن مثلا شخص مش هو زلق بمكان عمل شخص مش هو صار حريق بسيطة طفو مدري شنو شغلات يشي بسيطة تراكمت إلى أن صار عندي فت أكسيدنت كلش عالي فهذا يسمون الآيسبيرغ أفكت اللي هو تأثير الجبل الجليدي فغالبا أي مشكلة تظهر للسطح بكل الحياة خلي نقول أقولها في التأثيرات مسبقة على هذا المجال إذا جينا ناخذ فأمثلة يعني هواية هسنا تعرفنا على هواية أخبار هذا الشخص مثلا خلي نقول واقف ولازم بيده هذا الأنبوب وهذا الأنبوب هم لازمينه أو رافعينه بحبل واحد لاحظ أنبوب طويل طولة فوق الاحتمال هذا في 20 متر يكون أو 15 متر تقريبا مرفوع بحبل واحد عن طريق شنو الرافعة وهذا الأدام والرافعة هنا أول شي شخص هذا واقف هنا هو واقف بطريقة بحيث أنه لازم الأنبوب بيده والمفروض غالبا غالبا كما موجود في رقم اثنين رقم اثنين يقول لي أكو حبل واحد فهذا ليش خطر لأن المفروض يكون حبلين قاني هذا الأنبوب ممكن يوقع من أي جهة لا سمح الله على الشخص معين ممكن يأبذي رجله يأبذي يوقع عليه يدحرج عليه كلش ممكن فإذا كان أكو حبليين حيكون هذا الأنبوب مثبت بصورة أفضل رقم ثلاثين أكو هذا السلنق هنا أو هذا الحبل الفولاذي هذا خطر لأنه ممكن أن يوقع أحد بي يأثر أحد بي رقم أربعة هاي قوطية الدهن أو الصبغ الموجودة هنا ممكن يأثر بيها وأوقع وممكن لا سمح الله أعثر وأوقع والأنبوب يوقع عليه فهتصر كارثة وجود هاي الرافعة الشوكية هنا أصلا يعني فاول كلش الشخص هذا أصلا مدنق بطريقة لحيث ممكن لدي يدخل من جو الأنبوب يعني فما عرف في دايش سويه وصاحة دايش سويه جوانبوب ما ندري الحبل اللي موجود هنا مربوط ممكن يأثر بيه وأوقع فهاي كلها عبارة عن شغلات بسيطة فمن يصير عندي هنا حادث ولا سمح الله شخص يوقع عليه هذا الأنبوب أو يتأذى وتنكسر ولا سمح الله إيده ورجله هاي حتكون هي محصلة ليش؟ لأن قبلها أكو مكان مخربط أكو شخص ما مهتم بالسلامة أكو مبوب مرفوع بحبل واحد أكو شخص ملابس خوذة فهاي كلها أشياء أدت إلى حدوث الحدث فنفس الحال هنا شخص صاعد دايشيك فتاك معين الدرج مالتا مخربط محد لازم للدرج المكان ما بيه هاوس كيبينج يعني كلها مخربط لقاع صاعد بدون وجود أي جهاز يحميه إذا لا سمح الله وقع شايل بإيده معده بدون جفوف وهي كلها أشياء بسيطة ممكن تأثر وتأدي إلى حادث ممكن معين فهاي يعني حتى هذا الشخص صاعد على كرسي من هذا المتحرك وأكو أمور هواية ممكن يوقع عليها أكو هاي أجسام ممكن تحترق هذا ممكن الفوديو يعني هواية أكو ممكن أخطار إحنا نواجه لذلك وحسب الدراسات تقريبا تقريبا 78% من كل الإصابات اللي تصير هاي إصابات تكون بسبب unsafe acts يعني حركة معينة نسويتها غلط أو فالتصرف من عندي نسويتها غلط تقريبا 78% من الحوادث ومن الإصابات يكون هذا السبب 20% من الحوادث أو الإصابات تكون السبب مالتها هي أنه مكان بيئة العمل يمكن موزين معدلة معدلة معينة يعني خلي نقول الجو العام للبيئة مالتيني ما يساعد و 2% هي تكون القسمة اللي هي تصير فقضاء وقدر ممكن أكو شخص ممكن يصير عنده بتحادث معين غالبا الحوادث والإصابات تكون إن شاء الله قابلة لأنه نجاز هسا خلصنا safety management عرفناه شنو system الرئيسي وعرفنا أيضا شنو هو الهزرز أو الأخطار الرئيسي اللي أنا سأتعرض لها طبعا سأتشوفون بنهاية المحاور إن شاء الله إنه هاي الأخطار إحنا كلها رح نجي عليها وحدة وحدة نتعرف عليها الجزء الثالث من نظام السلامة نفس ما قلنا اللي هو التوثيق أنا أجي لازم عندي قلنا سياسة السلامة والشركة الشركة تقول أنا سياسة هيتش أقل الحوادث أحافظ على الموظفين يعني إلى آخره من هاي الأشياء لازم الموظفين كلهم عندهم شهادات وهذه الشهادات يعني خلي نقول مثلا أنا جبت شخص يشتغل عليه رافعا مو أجيب شخص ما يعرف ما عنده شهادة توثق هذا الشي لأن ممكن هو صح يعرف يشتغل لكنه الشهادة حتنطي توثيق لهذا الشي نفس ما راح نستطيع نسوي بالسلامة ممكن أكون يعني حضراتكم إن شاء الله نتوقع معظمكم عندهم معلومات عام عن السلام بس إن شاء الله راح نتعلم بهذا الكورس وهو الأمور الجديدة حتكون فبالتالي حي تكون عندكم وثيقة شهادة تبين أخذكم لهذا الكورس بهاي المدة وبهاي الكمية هنا راح تقدرون بانتقابل بشركة تقول يا بقى أنا أخذت هاي المواضع وأقدر أنسئل بيها ممكن أنسئل بيها هاي المواضع وأقدر أجاوب عليها فبالتالي هاي الشهادة تكون فائدتها هنا ورح نجي لموضوع الشهادات هسا الشهادة شوية بشكل متقدم أكو مستمسك نستعمله إحنا اسمه التي بي تي اللي هو التول بوك ستوك وهذا راح إن شاء الله نتعلم حتى شون نملي بآخر محاضرة بالكورس فالتي بي تي عبارة عن اجتماع يكون قبل العمل بين العمال الموجودين حتى شنو نوخر كل المشاكل ونوضح العمل لهم الجي س اي أو الجي اتش اي هو مختصر لكلمة جوب سيفتي اناليسي اللي هو تحليل سلامة العمل او جوب هزرد اناليسيز اللي هو تحليل مخاطر العمل وهذا فد مستند هسا ايضا راح نشوف إن شاء الله يوضح لي خطوات العمل ماتي بالضبط شنو هي يعني أنا مثلا جيت أبدل لازم أطفي الكهرباء وأجي بالدرج وألبس جفوف يعني خلي نقول تمنع الكهرباء ويجي شخص ويا يساعدني لزملي الدرج حتى ما أوقع ولازم الكهرباء من أطفيها أخلي عليها فد لاصق معين أبين إنه أنا ده أشتغل على الكهرباء مو أنا أشتغل على الكهرباء وده أبدل لجي شخص يشغلها فهاي كلها إن شاء الله راح ناخذها ضمن الأنظمة ومان السلامة وتنذكر لازم كلها وين ضمن تحليل مخاطر العمل أو الجي ساي آخر شيء وأهم شيء عندي أنا حتى أسوي أي عمل هو البي تي دابلي البي تي دابلي هو تصريح العمل هذا لازم مشرف الموقع يوقع لي علي أو يختم لي علي إنه أنا إلي تصريح إنه أقدر أبدي بالعمل ليش؟ لأنه أنا طبعا راح ناخذها تفاصيله هواية لأنه أنا مثلا ده أشتغل على مضخة وهذه المضخة ده أصلح أجزاء بيها وبنفس الوقت أكو عمل على المولدات فأني مطفي الكهرباء وده أشتغل على المضخات ده أصلحهم فجأة أنا أبو الكهرباء خلص شغل شغل الكهرباء وجدتي عليه الكهرباء ولا سامح الله كل العمال صارت عندهم في الحدث معين أو حدث معين فبالتالي هنا لازم يكون مشرف العمل ينبه يا بترى أكو هيك عمل وأكو هيك عمل فهذه الأعمالين لازم ما يضاربا فيقعد المجموعتين أو مشرفين المجموعتين ويفهمهم عن الأعمال حتى ما يوقعون بخطأ بالإضافة البيت دابليو أكو نظام بالسلامة كنظام توثيق يسمون الستوب كارد ورقة هسا راح نشوفها إن شاء الله توضح لي إنه أي خطر يصير بالعمل أقدر آني أي كان منصبي وأيا كان مجال عملي أخذ ورقة أسجل بها نيابة هذا العمل خطأ ولازم يتوقف وسلمها للشخص اللي يعمل هسا الشخص توقف ما توقف أنت اللي عليك تسوي يعني مثلا يقولون تحلل خوستك وتريح ضميرك لأنه أنت هنا هاي الستوب كارد تروح تبطيها المسؤول السلامة بالأخير مسؤول السلامة هو اللي ياخد إجراء تجاه الأشخاص دولة في حال وقفوا عملهم أم لم يوقفون عملهم ممكن يعني شوف تشوفون مثلا تقول النظام السلامة يعني خلل نقول بيجزء من الحقارة يعني إحنا عضالنا لكن بالنهاية هو ترى هذا لحمايتنا فهو ما بيجزء من الحقارة إحنا بالموقع أول ما دخلت كانت أكو نظرة عامة على مشرف السلامة يعني والسوء الحظ تقريبا تغلت سبع تشرف كمشرف سلامة فشانت أكو نظرة دائما أنه مشرف السلامة هذا هو شخص يعني خلل نقول حقير ولازم يدخل يعني لآخرين لذلك أنت لازم تعرف شون تفرض شخصيتك بطريقة تحبب الناس بك وتبين لهم طريقة العمل هاي أنه أنت خايف عليهم أنه هذا الشيء لمصلحتهم أنه حرامات شخص ينصاب بالعمل طبعا تسوي للتوب كارد لا مصرد سمع أيها سجد تسوي طبعا ما عرف شون خلو صراحة الانترنت شكل فصل طبعا طبعا بس خلو نسوي شكرا إن شاء الله من جديد شكرا 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 لكم طبعا نعذرنا شباب على الخلل اللي صار بس ان شاء الله ثواني بس ان شاء الله نرجع للمجمواتين نرجع نقول بسم الله الرحيم طاني آخر شي صراحة ان ادأحتي على موضوع الستوب كارز وقلنا انه ممكن شخص يعني اثناء العمل يحسون انه موضوع السلامة شوي بي حقارة أو شي لكن بنهاية هذا يعني الشخص لازم كمشرف سلامة يثبت يعني شخصيته بطريقة يحبب العموال بالعمل حتى يقدر يتجاوز هذا الموضوع انه يفهمهم انه هذا العمل تريابة هذا لمصلحتكم موضدكم وطبعا كنظام سلامة ضروري يكون اكو ريوردز ضروري يكون اكو جوائز للاشخاص الملتزمين فهذا الشي غالب ان يكون موجود لازم اكو ايضا اكسدنت انفستيجيشن لازم اكو تحقيق بالحوادث يصير في حال لا سامح الله صار عندي اي حادث معين ولازم اكو سياسة اسمها سياسة الليسن ليرن انه اتعلم من كل الدروس معتي هاي هي تقريبا كلها تكون موثقة يعني هاي الوثائق نقدر نقول هي الوثائق الرئيسية اللي احتاجها حتى اسوي نظام سلامة وطبعا بالاضافة لذيني كلهم اكو مستمسك كلش مهم وضروري وهو الريسك اسسمنت والريسك اسسمنت هو نظام اداء يعني خلنا نقول مستمسك تحليل مخاطر هذا ان شاء الله اخر محاضرة راح ناخده كل ذني الدوكومنت اللي هي التي بي تي جي س اي بي تي بي تي بي و ستوب كارد والاكسينت انفستيجيشن اللي سلاد وايضا الريسك اسسمنت ذني باخر محاضرة راح تكون محاضرة عملية ان شاء الله ناخذ يعني نطلع فورمز جاهزة ونمليها على فد حوادث واحداث معينة على المخاطر اللي راح نتعلمها ان شاء الله ضمن الكورس الكمبيدي بوليسي اتوقع حتشينا عنها بما فيه الكفاية قلنا انه هي فد مستمسك بسيط يوضح سياثة السلامة بحيث انه ابو الشركة لازم يكون مؤمن على نظام العمل بشكل عامل اللي موجود للعاملين عنده الشهادات اللي هي تكون كلش مهمة لكن خل بس يعني نسولف في موضوع صراحة صار فترة حل بسولف بي واللي هو يكون موضوع السلامة العفوان الشهادات هواي اشوف شهاد يعني شباب يعني صراحة مهتمين احيانا بالشهادة اكثر من المعرفة شوف احنا يعني خلنقول اذا جينا على الشهادات الرئيسية والقوية اوكي انا اذا شخص اشتغل مثلا بمجال السلامة بروري تكون عندي شهادات بالسلامة توثقها برتي اذا اشتغل خلنقول في مجال حفر الآبار مثلا ضروري يكون عندي فت شهادات معينة توثق هذا العمل لكن اذا اكو شهادات عامة عن مواضيع عامة مو دائما ضروري انه ممكن الشخص اللي عنده شهادة بيها حتى توثق معرفته لانا انا من احصل مقابلة المهم عندي انه اثبت معرفتي اكثر من اهمية وجود الشهادة فلنفرض انا اخذت محاضرة مثلا عن موضوع تحميض الآبار مثلا جيت وراها اني بالمقابلة معينة انسألت سؤال ومعرفت جاوبة فهنا حتكون مشكلة هاي لانه اني ما اخذ شهادة بهذا المجال المفروض اجاوب على السؤال فلذلك المهم هي المعرفة مو المهم هي الشهادة لذلك صراحة هذا الموضوع كلش كلش ممكن تبهوا لشباب انه اني اهم شي عندي معرفتي مو مهم عندي شهادة ان كانت موجودة او لا واعتقد يعني اذا حضراتكم يمكن سامعين اكو واي اشخاص هو تلقى مثلا ما عنده شهادة حقيقية بمجال معين لكن تلقى متفنن وتلقى يحب الشغلة والاخرين لكن هذا الشي ما يمنع انه اكو شهادات مهمة خلي نكون واقعين ايضا شهادات السلامة شهادات اللغة الانجليزية وشهادات الحفر اللي هي مثلا مثل ال IWCF وغيرها هاي شهادات للامانة مهمة فبالتالي انا سابقا اذا نلاحظ بالالفين وعشر والفين وفمعش كانت اكو دورة اذا سامعين بيها يسموها ال ICDL اللي هي ال International Computer Licensing Drivers او هيتشي اللي هو شهادة سياقة الحاسوب او هيتشي لانه كان الناس ما يعرفون بعدهم يعني كي يستعمل حاسبة او يستعمل خلي نقول مثلا لابتوب او يستعمل شي فبالتالي كانت اكو هيتشهادات لكن هسه ليش راحت لانه صار هذا فتشي روتيني من الطبيعي ان انا اعرف ورد من الطبيعي ان انا لازم اعرف اكسل من الطبيعي ان انا لازم اعرف فورد بوينت فبالتالي صارت هاي الامور عندنا شوي شوي طبيعيا اذا جينا اذا على ان انا ابدي عمل معين فاي عمل ابدي احتاج شهادات العمال واحتاج يسوي لهم تي بي تي جي س اي بي تي دابلو حتى اقدر ابدي بالعمل مالتهم بصورة صحيحة وبالاضافة لهاي الاشياء فاني التول بوكس توك اللي راح اجيبه هو عبارة عن مستند نفس ما قلنا اكتبي العمل ومن مشرف العمل واسمها العمال واشرح لهم عن العمل بالضبط شن هو اللي راح يكون وشن تفاصيل هذا العمل اللي موجود الشي ثاني اللي هو الجي س اي هيكون بهاي الصورة عبارة عن مستند اكتب بي ايضا اسم العمل واسم الشركة وتاريخها ومن الموافق على هذا الجي س اي لازم اوكم مشرف سلامة تيك ولازم اكتب كل الاعمال يعني نفس المثال اللي ذكرناه موضوع اللي ابدل مصباح او القلوب فرح اكتب ان انا اول خطوة اروح مثلا اطفي الكهرباء شنو الهازارد اللي موجود الخطر اللي موجود ان انا ممكن لا سمح الله يعني تصيبني ساقة كهربائية شون اسيطر على هذا الخطر انا راح البس جفوف مثلا وراح البس تكرمون احذية مانع للصاعقات الكهربائية من المسؤول عنها مثلا المسؤول عنها مثلا مثلا خاني يقول مشرف العمال اللي هو السوبرفايزر وهكذا فكل التفصيلات هاي لازم تكون موجودة بالجي س اي نفس ما قلنا ان شاء الله اخر يوم نملي الجي س اي نتعلم كنا شون نملي واخر شي قلنا هو البيارمت واللي هو يكون كلش مهم البيارمت لازم اكتب بيه ايضا نفس الشي اسم الشركة والعمل والتاريخ والاخره ولازم اكتب الاجزاء والمعدات اللي استعملها بالعمل يعني مثلا اشتغل بعمل بغازات لازم عندي جهاز فحص الغازات بالتالي حتى موضوع كتابة البيارمت ان شاء الله باليوم اللي راح نتعلم شون نكتبه اكو بي شوية اشياء او امور فنية هيك ضروري ننتبه لها وايضا اكو لازم توثيق نفس ما قلنا وتوقيع المشرفين هما للعمل الرئيسين بالموقع مشرفين للعمل الرئيسين ان شاء الله بالمحاضرة ما للباتشر اللي هي محاضرة ثانية راح ناخذ شوية حاجة على موضوع الشركات النفطية يعني خلنا نقول شنو هي الشركات فحنا راح اعرف اني التوقيع لازم من من يكون يعني بيوم الاخير من اني اجكتب بيرمت لازم اعرف الشركات هاي الموجودة يا شركة لازم يوقع لي فان شاء الله هذا الشيء ايضا راح نتعلمه خلال الايام القادمة وورا ما اكمل هاي الدوكومنتس كلها واخلص كل هاي الامور اكملها لازم اجي بالنهاية الى انه اني اعرف مدى فائدة هذا البيت دابيو قلنشوف هذا الفيديو اللي وضح لنا احد الحوادث اللي صارت بسبب عدم اتباع نظام السلامة صار عندهم شغل وطلعوا لمكان العمل بدون ما ياخذون وياهم بي تي دابيو ولا سامح الله ينبعي لشاعر الجميع شان اكون غاز سام وقاتل راح نتعرف عليه خلال الكورس ان شاء الله محاضرة كاملة تقريبا هتكون بس على هذا الغاز لان هذا كلش خطر حيكون فهذا الغاز اللي هو لا الا لون لا الا غالبا ما الا ريحة ويحترق ويخنق خلال ثواني ممكن يقتل هذا احد الغازات السامة جدا انه هو غاز الاشتو اس راح اشغل لكم الفيديو شباب بس اذا اتمنى هو بي صوت المفروض فاذا ما طلع الصوت اتمنى بس اتبلغون ان شاء الله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة no one was expecting the foreman before us helping at the pit hi good morning everybody I'm going to this the foreman told us to come and finish the small job and we would do the permit later the team set off without a permit to work in a hazardous area this was a نفس معا سمعت وشباب غال team اللي وفريق العمل طلعوا بدون ما يساون بيرمت اللي هو تصريح العمل وراحوا حتى يساون شغلة بسيطة ويرجعون المفروض اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قلت بتجربة ومشيئة ترجمة نانسي قنقر 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 مثلا خالي نقول مشرف السلامة ولا قترة هم يصيرون العمال أصدقاء وصيرون المهندسين أصدقاء وصيرون العمال أصدقاء يعني كلها تصير أصدقاء فبالتالي خالي نقوله بحكم صراحة نحن شوي الاجتماعية القوية اللي عندنا فممكن يتجاوز بعض الأخطاء لكن من يجي مشرف السلامة خارجي هذا ما يعرف أحد يعني يقدر يدخل على الكل ويقدر يعاقب أي شخص كان موجود فإذن بنهاية شفنا إحنا أنه عندنا سيستم سلامة SMS اللي هو شفنا شن الأخطار راح نتعرف عليها خلال هذا الكورس وشفنا شن هو اللي إحنا نحتاجه نظام السلامة نفس ما قلنا عبارة عن أنه أنا بالنهاية عندي فات بوليسي معينة رتطبقها وعندي تقييم للمخاطر والأخطار وشنه هي المودة بالعمل وعندي إدارة لهاي الأخطار وأجي أشوف شنه هو اللي أنا يحتاجه وأستمر بمراقبة هذا السيستم بتمام والكمال حتى أقدر أضبط العمل المالتي ويكون جدا ممتاز في أغلب الأوقات بالنهاية إن شاء الله الكورس اللي راح يكون لمدة بقت من عنده إن شاء الله ستة أيام قادمة وممكن حتى نضيف إن شاء الله محاضرة إيرابية أيضا يعني صار التوتر اللي بي محاضرة اليوم يكون ثمانية فإحنا راح نتعرف عليه بالمحاضرة القادمة إن شاء الله هو الورك بلايس سيفتي شنه أنواع الشركات النفطية وشنه هي بيئات العمل يعني أنا شنه المحطة وين موجودة الأخطار اللي حتشيناها بالمحطة مثلا أجي أحتي مثلا على البرج شنه هو البرج وشنه الأخطار اللي ممكن تكون موجودة بالبرج وهكذا وشنه هي الورشات اللي موجودة للصيانة وشنه هي الأخطار الموجودة بالورشات andi تقريبا يعني تسعين بالمئة من الأعمال النفطية هي تكون يأما بالورشة يأما ببراج الحفر يأما بمحطات إنتاج النفط أكو أعمال ثانية تصير لكن غالباً هاي الأماكن بها معظم هاي الأعمال اللي رح نشرحها بالمحاضرات اللي بعدها إن شاء الله نبدأ ندخل على الأخطار وحدة وحدة رح نشرح اللي المخاطر الكهربائية رح نشرح شون أنا أتجاوز موضوع واسيطر على المخاطر الكهربائية رح نحكي عن المخاطر الكيميائية وشون هو المس دي اس اللي هو المتيريال سيفتي داتا شيت وشون أنا أقدر أعرف مخاطر كل مادة رح نأخذ موضوع الحرائق وشون انواجهه وانواع الطفايات الموجودة وانواع الحرائق وإلى آخره من هاي التفاصيل رح نأخذ الـ confined spaces اللي هي المناطق المغلقة وشون لازم اتصرف وين المناطق المغلقة وش يسوي لأن حتى الـ permit ما نتا يختلف رح نأخذ أيضا موضوع الـ working at height أي عمل في مناطق يعني تكون بها ارتفاعات معينة بها أماكن بها ارتفاعات لازم يكون لها في الـ procedure معين ومعدات سلامة معينة رح أخذ موضوع lifting والرفع وموضوع السقالات اللي هو scaffolding موضوع السكلات ورح نحجي تقريبا إن شاء الله محاضرة كاملة عن غاز الـ H2S يعني من أهم الأشياء هذا ممكن إذا بقى مجال إن شاء الله بمحاضرة الـ H2S ندخل أيضا ياما بنفس المحاضرة أو بعدها على الـ first aid اللي هو السعافات الأولية السعافات الأولية كلش مهمة الصراحة هو يعني هاي أيضا يرادلها محاضرة كاملة أصلا هي حتى ممحاضرة يعني أنا ما أخذت تقريبا الكورس لمدة سبوع فبالتالي يكون بيها كل شو وايحة شي لأن كل حالة ممكن تصير لا سامح الله هذا شخص عنده كسر أو شخص عنده حرق أو شخص عنده نزيف أو شخص عنده اختناق مثلا كل حالة إلها في الـ procedure معين لازم أنا أتصرف بيها وبيها تفاصيل راح ناخذ أيضا إن شاء الله موضوع الـ inspections and drills إحنا كل فترة بالعمل نسوي خلي نقول حالة حادثة وهمية هاي سموها drill مثلا أصنع قد حريق بسيط وقل يا بخل نشوف العمال ايش راح يسمون هذا الحريق وندق الإنذار وشي ويجوا يطفون الحريق وهكذا مثلا أشتغل بمكان بيه غازات أسوي اجتو اس drill اللي هو الغاز drill وشوف مداته سرعة العمال مثلا بلبس معدات السلامة الخاصة بالغازات ويطلعون من الموقع هو أنواعكم من الدرلز إن شاء الله سنتطرع عليهم ورح ناخذ أيضا موضوع الـ inspections أنا وراما راح أتعرف على بيئات العمل وراما راح أعرف كل الأخطار الأواجهة هاي الـ inspections اللي هي الفحوصات الدورية اللي لازم أنا أسويها يعني مثلا أنا عندي خلي نقول مثلا محطة عمل لتصفية الغاز أو عندي برج نفطي أو عندي ورجة شنو هي الفحوصات أو الـ inspections اللي هي الفحوصات الدورية اللي لازم أطلع أسويها حتى تشيك هذا المكان طبعا أكو فحوصات خاصة مثلا بالمواسم الأمطار أكو فحوصات خاصة بمعدات الغاز أكو فحوصات خاصة مثلا خلي نقول بالـ food safety اللي هو شون مثلا أشوف الشركة خازنا الطعام يعني مثلا خلي نقول عندنا اللحن لازم مثلا ينحفظ بدرجة حرارة معينة إذا تجاوز هاي درجة حرارة مثلا رح يخرب أو تصبح بي مشكلة لازم مثلا عندي خلي نقول المواد الخضروات معزولة عن المواد الجافة اللي هي المعلبات والآخرين لازم المنظفات معزولة عن كل ذني فأكو بروسيجر لكل شي رح ناخد أيضا نبذة إن شاء الله عن هاي الانسبيكشنز وبالنهاية إن شاء الله نختم بآخر محاضرة إنه إحنا نسوي TBT, JSA, PTW, Risk Assessment, Accident Investigation Report نشوف ذني المستندات شون نكتبهن ونشوف مثال عن كل واحد ورما نخلص ذني كلهن رح يكون أكو إن شاء الله يعني اختبار بسيط ما رح نجيب إي شاء الله قوية لكن إن شاء الله هو حيكون منضمن كل الحج اللي رح نحكي هذا الاختبار إن شاء الله تتجاوزوا بك خير وسلامة وتحصلون على شهادة المشاركة فصراحة الكورس أنا ما أعرف إذا كان هو مشابه للأوشة مثلين أو الآيوش أو النيبوش أو أي شي كان لأنني جاي بصراحة من كل مكان عدة مواضيع اللي شفتها هي أهم الأشياء اللي المفروض إن شاء الله إحنا نكون متعرفين عليها المحاضرات غالبة إن شاء الله هتكون ساعة ثمانية ونصف إن شاء الله على الجوجل ميت وعلى الزوم اللي أيضا موجود إن شاء الله وأيضا عندنا موضوع التاريخ اللي هو اليوم إن شاء الله كانت هي المحاضرة الأولى مالتنا سعر الاشتراك أعتقد صار معروف عند الجميع اللي هو أربعين بالنسبة لكورس السلامة وأيضا إنه إذا أحد رأي يحول فموجود الزين كاش والكي كارد وإن شاء الله هذا الليفل هو الليفل أدفانس يعني صح سبع تيام هي مليقة نقول كلش أدفانس لكن أكو الليفل أعلى اللي هو البروفيشنال هذا إن شاء الله ممكن نتطرق لمستقبلا شكرا جزيلا لكم دوخناكم بهذا الحاجة كله إن شاء الله يا رب تكونوا استفاديتوا بشي معين بهاي المحاضرة كل الشباب الحاضرين يا رب شاء الله تكونوا استفاديتوا إن شاء الله محاضراتنا القادمة بكورس السلامة تكون يوم غد اللي هي راح ندخل بيها بالمواضيع اللي هي جاناها شكرا جزيلا لكم إذا أي شباب عندكم أي سؤال أو استفسار فتندللون وشكرا على مشاركتكم اليوم ويانا وطبعا حتى بعد المحاضرة بعد هائكي بحسابات مفتوحة إن شاء الله حاضراتكم كل دوقت كلهم بأي وقت آآ نشوف الشباب المحاضرة مسجلة المحاضرة مسجلة إن شاء الله وهي تنعلن يعني إن شاء الله مع معلنة للكل إن شاء الله تكون آآ شكرا جزيلا حبيبي حبيبي استاذ حيدر الله يسلمك استاذ اسماعيل حبيبي تندلل بعيوني استاذ مصطفي يقول آني دخلت آآ دورة شانسورية وزارة شباب والرياضة أخذت الشهادة بس ما مكتوب بيها اسم أوشة يعني باسم الوزارة فقط آآ عادي كلش طبيعي هاي ما لوزارة الشباب وأني داخل بهين الدورات آآ بوقت دخلت يمكن تأسيسات كهربائية ونيتورك كلش دورات مهمة وحلوة آآ تستفاد كلش من عندها المهمة استفادية يعني قلت لك هو صراحة الشهادة مو مهمة بقدمة أنت تكون لازم عندك المعرفة لأن أي مقابلة حضرتك حتى تتغل بيها من حيهمهم لو أنت عندك أي شهادة كانت إذا ما يسئلك ويشوفك فعلا أنت تعرف وملم بالمواضيع اللي موجودة هذا يكون هو أهمش إن شاء الله هو هذا يعني هاي الشهادة تكون بالنسبة لك فإن شاء الله هاي الأشياء الرئيسية اللي تحتاجوها في حال أي أحد شباب عنده أي موضوع معين ثاني يحب يطرق له إن شاء الله أستاذ مصطفى حبيبي تقدر بس تتواصل ويانا هذا أو هذا هذا المعرف مع إن شاء الله بس تكتب هذا المعرف إنستجرام تليجرام فيسبوك إن شاء الله كل مكان موجود بس تكتب هذا الابتينرز راح يطلع لك إن شاء الله صفحتنا بس راسلنا طريقة تحويلها على يا أما الكي كارد اللي هو أسهل تقريبا من الزين كاش وفورم بسيط بس تملي بي حتى تكون معلوماتك إن شاء الله موجودة عندنا وتدلل لأمر أمور وتشرف نعم جقلت سعر الشهادة وشنو تحتوي إستمريم إستمريم إن شاء الله المحاضر وسجل إن شاء الله المحاضر وسجل وتنزلكم بيعوني تعالى جقلت سعر الشهادة وشنو تحتوي سعر الكورس كلوي الشهادة هو أربعين والشهادة راح تحتوي اسم المشترك أكيد يعني بار كود خاص بالشهادة بتفاصيل المواضيع اللي أخذناها تاريخها وقت الشهادة وتوقيع الأساتذ اللي حيدة الرسول يعني وهذا الأشياء الرئيسية إن شاء الله ستكون موجودة أكستاذ مصطفى يقول سؤال خارج تنساني أدخل دورة موارد بشري أولاً حتى تكون مجانية يعني ما تفرقل أو شنو والله إستاذ مصطفى أي دورة تدخل به هي مو خسارة أي دورة هناك مواقع حسن يوديني الكورسيرا اليوداسيتي إلى آخره الـ EDX هاي مواقع شوية أجنبية تكون هم تنطي دورات على الـ Data Science والذكاء الصناعي وهي الأشياء ممكن تستفاد معده ماكو أي شي خسارة أي معرفة تحصل عليها إن شاء الله ماكو خسارة الباج ما موجود ويا الشهادة لأنه الباج ينطوء بشهادات الأوشة شهادات الأوشة إن شاء الله من البداية الشهر القادم هتكون متوفرة عندنا الجنرال هتكون موجودة عندنا السوبرفايزر لفل الجنرال إن شاء الله حيكون سعرها 150 اللي هي بيها هاي الـ 24 شهادة ويا الباج ويا الشغلات ومالة السوبرفايزر لفل إن شاء الله هتكون بسعرها 120 ألف صراحة نفس ما نحنا قلنا أهم شي إن شاء الله هتكون عندك المعرفة هذا المعرف حبيبي ستال مصطفى هذا سجلت لحضرتك إن شاء الله إن شاء الله فأهم شي عندك المعرفة صدقني الشهادات الباجات كل هالأشياء المهم عندك المعرفة اللي هي تكون لازمة إن شاء الله لموضوع السلامة وشكراً جزيلاً لكم شباب تصبحون على الألف خير إن شاء الله نلتقيكم يوم غد مع السلامة حبيبي حبيبي ستال حسين الله يسلمك سباح لنور بروسيجرات استاذ أحمد كل شي موجود أي يعني خلي تمام حسا خلي نغلق الشواب الموجودين استاذ أحمد فكل شي موجود إن شاء الله على المحاضر القادم إن شاء الله أرسل لك كل أمور تندلن نشوفكم إن شاء الله بخير شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم